على الرغم من التناقض الكبير لخطر الإرهاب في العراق بعد تمكن القوات الأمنية من كسر شوكته وتحرير المناطق التي سيطر عليها بالعام 2014 إلا أن الوضع الأمني في البلاد لم يشهد استقرارا كاملا نتيجة عوامل عدة السفارة الأمريكية لدى بغداد نشرت الجزء المتعلق بالوضع في العراق من التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للعام 2019 والذي تضمن أبرز التهديدات الأمنية في البلاد التقرير وصف سيطرة القوات الأمنية على الأراضي المحررة من داعش بالصورية بسبب مواصلة التهديدات الذي يشكله تنظيم داعش لاستقرار العراق وقيامه بعمليات اغتيال تستهدف الشرطة والزعماء السياسيين المحليين أشار التقرير إلى ازدياد هجمات الفصائل الشيعية المدعومة من إيران على القواعد العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية وقوات التحالف والتي أسفرت عن مقتل وجرح جنود أمريكيين وعراقيين مستشهدا في هذا السياق بمواصلة كتائب حزب الله والمصنف على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة بالعمل في العراق على الرغم من إصدار الحكومة العراقية الأمر التنفيذي الذي طالبت فيه قوات الحجر الشعبي بما في ذلك تلك المدعومة إيرانيا بأن تعمل كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وأن تخضع لذات اللوائح التقرير أكد استمرار تلك المجامع بتحدي قيادة الحكومة المركزية وسيطرتها وانخراطها في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق وسوريا وتورطها في الهجمات التي طالت المتظاهرين المدنيين واختطافهم لكن التقرير تطرق إلى بعض الجوانب الإيجابية ومن بينها التعاون بين الجانبين الأميركي والعراقي عبر الشراكة في أمن الحدود وتبادل المعلومات البيومثرية حول الإرهابيين والمطلوبين إضافة إلى جهود العراق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تفكيك شبكات داعش المالية يأمل العراقيون بأن يكون الوضع الأمني بالمرحلة المقبلة أكثر استقرارا في ظل تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء وعلى خلفية التغييرات التي أجرها في القيادات الأمنية بمختلف صنوفها وقيام القوات الأمنية بضربات استباقية ولدت ارتياحا لدى الأوساط الشعبية